وموسم الزتون على قدم وساقه جميل بكل لحظاته ودكر صيح بلش وبلشت الجامل الأسود يعني أكثر من نوع التخليلات بكل أشكالها وأنواعها وأطرمها والصورة بتكون حلوة هيك أخضر مع شوية زيت ببلش يضربها سواء مع ليمون وشوية فليفلة صحيح يا ويلي أكيد إحنا رح نتعرف على تفاصيل بشكل أوفة والطرق التي سواء كانت مستخدمة قديما أو حتى معمول بها حديثا في عملية تخليل الزيتون مباشرة مع سيدة مريم زيتاوي مشرفة المقاصف جيتاوي السادة مريم جيتاوي مشرفة المقاصف في مدرسة بلعة وتحدثنا وضيفة هنا ضيفة الطلة يسعد صباحك أهلاً سهلاً فيك سيدة مريم أهلاً فيكم شكراً لتلفزيون الفجر صباح الوطني الجميل صباح خيرات بلادنا موسم الزيتون طبعاً أكيد كلنا بنستمتع فيه خصوصاً اللي بيعيشوا أجواءه بالقرى ريحة الزيتون والجرجير حتى دبال الزيتون قديش إليه ريحة طيبة قديش بفرح أهالي مزارعين صباحكم جميل كل يوم إن شاء الله صباحك أجمل صباحك أجمل يعني منبلش بالموضوع حبة الزيتون اللي إحنا بدنا نبلش فيها تخليل أي حبة فعلياً اللي بدنا نلقطها عن الشجرة طبعاً أكيد أول إشي فيه زيتون إحنا ما بنلقط عن الشجر بيكون نازل اللي هو الجرجير هو هاد أزكى أنواع الزيتون اللي بنأكل مباشرة ولا بنعمل فيه إشي حتى المزارعين وهم بلقطوا بالزيتون بلقطوها بوكلوها فبتكون ثمرة إش اسم هذا؟ جرجير جرجير حظ يكون مستوي أصلاً على الشجرة وخصوصاً في المواسم اللي مثل هيك بيكون الشجر كتير دليل ما فيه زيتون مش حامل كتير بيستوي بسرعة الزيتون فبنزل على الأرض بنزل الزيتون حلوة حتى ما فيها مرار وبتنأكل طبعاً غنية كتير في المواد الغذائية طعيمها كتير زاكي حتى معظم المزارعين وهم بلقطوا الزيتون بيكونوا يلقطوا فيه عأساس عموعد الفطور يأكلوا مع الأكل اللي بيكونوا جايبين وبدهم يفطروا عليه هذا قضاً رباني ما فيه أي حدا بيصنعوا يعني وبتنزل الزيتون مستوية جاهزة وإحنا منأكله هذا مباشرة ناس بلمو في ناس بلمو ممكن يضيفوا عليه إضافات بسيطة هي ملح زيت ليمون ويصير يقدموا على المواد وممكن كمان بنباع بأسعار كتير عالية والله أحا يعني ممكن لأنه خلينا نقول كل الأشجار هي أشجار معينة هي الأشجار الزيتون النبال اللي حبيتها كبيرة هي أكتر الأشجار اللي بصير فيها موضوع الجارجير هذا وممكن أنه يطلق طب بعد هذا الموضوع حلق بصير الطلقية طبعا هو قبل ما أنه يبلشوا الناس يلقطوا للزيت طلقية الزيتون بيكون منفصل قبل بموعد أسبوع أو عشر أيام بلقطوا الحبة الكبيرة الناضجة اللي شكلها حلو على أساس كمان لما تتخلل تفتح النفس طب بعد ما لقتها روحناها على البيت شو الإجراءات أنظف أخليها لثاني يوم شو كيف أهم إشي طريق لما لقتها كيف طريقة تعبائتها يعني إما نعبيها بقى كاس نايلون ما نحطها أنها تتردرد أو تتلت الثمرة نفسها تتجرح نحافظ عليها بقوامها بطبيعتها زي ما هي منروح طبعا بتتنظف من إذا عليها عروء إذا عليها إشيء وسخ بتتنظف كلياته بنغسل بمي وبتجهاز للتخليل طبعا في تخليل الزيتون نوعين النوع اللي ممكن إحنا ما في عنا زيتون من الموسم الأديم وبدنا ناكل على السريع وفي الزيتون اللي إحنا بدنا نخليه للموسم لطول السنة ميخزينه كيف شو بتفرق فعليا بالشغل هلا بتفرق طبعا بطريقة الحفظ بطريقة المتابعة هلا اللي بنا نحفظه لفترات طويلة طبعا لا منغير عنه ولا منبدل ولا إشيء بنشتغل على الزيتون بالطريقة اللي إحنا بدنا إياها إذا بدنا نرسعها رسع الهداء أو إذا بدنا نشطبها وتمتكلي عموبة شرطا بتحطها بمي ومليح طبعا نسبة المليح معروفة تسعة تسعة كاسات مي اللي هم كاسة مليح الزيتون هيكة وبتنحفظ بقالية على طول طبعا في ناس بحطهم مع حليمون عشان لونها يصير أصفر في أهل اللي رامالة ما بيحبوا اللون يضل أخضر فهم بيحافظوا عليها أنه يضل لونها أخضر حتى لما تستوي يضل أخضر فهم على السريع بيبدلوا عليها مرة مرتين وبيكبسوها بدون ليمون ولا إشي يضل لونها أخضر يعني في ملاحظة مهمة أستاذة مريم حكتيا أنه إذا بده حدا يخلل لفترة طويلة وإذا بده لفترة قصيرة على الفترة الأصيرة إحنا منوخذ ثمار الزيتون نشطلها بالطريقة اللي بدنا إياها سواء تشطيب أو داء بس الأكثر إنه داء لأنه أسرع بيستوي منبدل عليها ليومين ثلاثة لبين ما تحلو ثمرة بعدين مباشرة منحطها بمي ومليح ومنتبلها طبعا منحط أيوة ليمون مليح النكهات اللي منحبها طبعا لأنه في ناس بيحطوا نكهات معينة في ناس بيحطوا ينسون في ناس بيحطوا شومر فبتطلعب نكهات معينة طبعا والفلفل وهذه الأشياء طب هلا إذا بده حافظ على اللون الأخضر زي ما حكيت إنه مباشر لا ما منحط ليمون ومنبدل مباشر يعني منبدل عليه مرة مرتين عبين ما يحلوه شوي وعلى الطول بتكبسه بفلفل وليمون وجاهز لكبس وبيحافظ على اللون لفترة طويلة أيما بظل لونه أخضر حتى لما تبدل عنه لما بدك تأكل ما بتغير لونه طيب يعني واضح تماما إنه بالفعل حتى الفترة الزمنية اللي إحنا بدنا نستخدم فيها الزيتون بتختلف فيها طريقة التخليل إذا كان لفترة طويلة أو قصيرة لكن من بعض الأمور اللي شوي بنسمع عنها إنه في البعض بيقول لك أنا الزيتون همط عندي ما زبط هاي طريقة الهمط وطريقة خلل في نسبة الملح يعني عادة في نساء بأخذوا نسق الزيتون مثل المخلالات العادية 12 لواحد وهي غلط إنه الزيتون بده نسبة ملح أعلى عشان يحافظ على القوام طب إيش السبب أنه بده أعلى مثلا من الإخيار لا آه أعلى من الإخيار أعلى من كل يعني الزيتون لأنه فترة أطول ولأنه طبيعة الزيتون بدها محافظة أكثر بيكون نسبة الزيتون زي الجبنة الزيتون 9 على 1 كل 9 كاسات مي بدها كاسة ملح عشان نتحافظ عليه طبعا بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض ضغط وهيك بإمكانهم بكل راحة يعني قبل بيوم نتفت الزيتون طب أستاذي مريم في ناس يعني بيضيفوا بدهم يعملوا نكهات بيحطوا جوز وروز وشطة وهي الأمور آه اللي بأسموا واللي بيخللوا بكبسوا من الداخل كيف هي طبعا هي فيه ماكينة خصوصي لأنه يشيلوا البذور طبعا هي كتير أول إشي مفيدة للنساء اللي بيشتغلوا بموضوع المخللات إنها بتعطيهم سعر عالي كمان فيه عالية تواصل لأنه مش كل الناس بيشتغلوا ولا كل الحب بيكونوا متواجب كمان بدهم حب كبيرة أها بدهم شغل كتير حتى يعني كمان النساء اللي بيشتغلوا بمشاريع ممكن في موسم الزيتون بس يشيلوا البذرة صحيح ويحفظوا وفي أوقات تانية أوقات فراغ بيخللوا حسب النكهات وحسب الطلب اللي بيكون عليه فيه ناس بعملوا بجوز فيه ناس بعملوا بفلفل فيه ناس بتومي فيه ناس بحشوب جزر صحيح حسب الطلب يعني طيب يعني إذا بدنا كمان نيجي نحكي عن أبرز الإشكاليات اللي أو الأخطاء الشائعة اللي بيتمارسها ستة البيت أو اللي بيخللوا الزيتون إيش هي هذا الأخطاء طبعا أول إشي نسبة الملح والتركيز هاي خطأ شائع بعدين كتير فيه نساء بيكونوا مشغولين بموسم الزيتون ما بعطوا اهتمام للحبة الزيتون لأنهم بيكونوا يعني موسم بيقولك الزيت أغلى وأحسن فمش كتير بتابع موضوع الزيت كمان للأسف الشديد التجار اللي بيشتغلوا كتجارة ما بيشتغلوا كشغل صح يعني ما بيكون همهم إلا الربح فممكن إنهم يختاروا حب ممكن يكون مضروب ممكن يكون حبته صغيرة بس بيكون الهدف عندهم إنه كيف يسوقوا ويمشوا طبعا أكيد يعني هي الممارسات ممكن إحنا نوخدها أجيال عن أجيال بس هي كمان علم وحلو الواحد إنه يكون عنده قدرة إنه يتواصل كيف أنا أطور يعني منتجي وكيف أوصل لمرحلة إنه عن جد يكون مميز نعم وأتوقع إنه أمهاتنا يعني أنا لما إيجيت عبلعة النساء كانوا كتير يتفاخروا بموسم زيتون مين زيتوناتها حبه أكبر مين يكون لونه كتير أصفر إيش النكة مين أحسن يعني بيصيروا حتى يتغاو مين زيتونها بالحب أكتر أستاذ مريم يعني بصراحة في سؤال هيك جاي عبالي أسأل وشخصي كل هالخبرات وهالمعلومات كيف اكتسبتها في نطاق عملك شغلك بتشتغلي في الجمعيات في المقاصف وهذا كيف بتترجمي في حياتك الشخصية طبعا أنا دخلت على بلعة وأنا عمري 30 سنة أنا عمري ما شفت لا زيتون ولا شجر ولا إشي بس أنا كتير استهوتني حياة فلسطين عن جد إنها بلد خيرات يعني الخيرات اللي فيها أتوقع ما بتتواجد بكثير من البلدان وأنا بحكي ربنا أنعم عليهم أهل فلسطين بس للأسف الشديد كمان الناس مش مستغلين هاي النعمة لأنه فيه إهمال كثير للأراضي الزراعية ويمكن لعدة أسباب يعني مش هو الواحد بده يهمل أرضه بس فيه إهمال مش كثير متابعين إحنا قديش منتجنا يكون صح وقديش إحنا نسوق بطريقة صح ويكون إلنا يمكن لأنه ما فيه أسباق عالمية ممكن الاحتلال أنا مريت بتجربة إنه زوجي مرض كتير وكان لازم أنا أشتغل أنا ما كان معي هوية وما كان ممكن إني أشتغل بشهادتي فأنا اتوجهت للأرض فأنا صرت أضمن أراضي زيتون وأشتغل فيها وأسوق صرت أخذ أراضي عبي ورق عناب وأسوق هاي التجربة كتير أعطتني خبرة أعطتني إنه قديش إحنا في عيننا بدائل للوظيفة وفي عيننا بدائل لإنه الست ما توقف تستنى حدا يصرف عليها وعو أولادها أو تستنى لا شؤون اجتماعي ولا غيرها فيعني التجربة كانت صعبة كتير لأنه كان أولادي كتير صغار بس أكسبتني مهارات كتير قوية كتير استفدت من خلالها والحمد لله يمكن مشروع للمقاصف نتاج لخبرة كبيرة نتاج لأنه أسس الجمعية التعاونية كانت قائمة على نساء ذوات دخل محدود بحاجة لشغل أكثر ما هم بحاجة لإنشاء جمعية التعاونية طبعا التكاتف كمان والتعاون الصح كان له دور بارز في أنه نجحنا أوكي ما تلقينا دعم زي جمعية التعاونية واصلة إلها خبراتها وإلها دعمها بس وصلنا لمرحلة إنه إحنا نساء مع بعض اشتغلنا صح يعني ودائما إحنا بنقول يعني الإبداع والنجاح بصراحة يبدأ من رحم المعاناة وممكن هذه التجربة اللي مريدت فيها حضرتك أستاذة مريم اليوم أنت نموذج نجاح يحتدى به وكل الفخر والشرف إنه إحنا بنتحدث مع حضرتك واليوم ضيفي أنت في برنامج بصراحة مبسوطين فيك يعني واضح تماما إنه ركزتي على موضوع الأرض ويجب أن يكون العطاء متبادل لهذا الأرض وبصراحة الإهتمام لازم يكون كمان متبادل كل ما بتعطي الأرض الأرض بتعطيك هذه خلاص ما فيش فيها مجال للنقاش لكن نرجع شوي لموضوع الزيتون المتعارف عليه هو إنه يتم إما تشطيب الزيتون فيه كمان الزيتون الأسود اللي هو الزيتون الأسود ممكن فيه طريقتين فيه طريقة كتير قديمة بس أنا تعلمتها من بلعة طبعا وأنا بعت فيها بطريقة كانت كتير متميزة الطريقة هي نفس الزيتون الأخضر ممكن إنك إنت تاخده تحطه في كيس بس يكون خيش تحطه داخل الجفت لمدة أسبوعين بعدين بتشيله بتشتغل عليه طبعا هذا كتير زاكي هذا للزيتون الأسود بتحسيه معتق إنكها مش طبيعية كمان يعني الحلو إنه بيحافظ على كل الخواص الطبيعية للزيتون الطعيم النكها الفوائد اللي مرجوه من الزيتون بعدين ما بده طعب خصوصا الست اللي بتشتغل بالزيتون وما عندها وقت اللهم إلا بتختار كمية الزيتون وبتحطها داخل الجفت لأسبوعين أو ثلاث أسابيع بتكون الست خلصت موسم الزيتون بتشتغل في عراحتها طبعا هو ما بده عناء كتير اللهم بتشيلي من الكيس بس بتغسليه بتحطيه بالشمس أبو ساعتين ثلاثة بعدين بتشتغلي عليه ممكن هو نفسه ما بده تكله فيه ممكن بتملحيه بس بزيت بس يعني مش تغريق بس يعني بس إنه بتدهني أي ما يعطي لما بتعبيه وبتبيعي طبعا جدا زاكي وفي نفس الوقت كتير عليه طلب لأنه هاي من العادات اللي الناس بطلوا إطابة فيها هو تراثي والناس بطلوا يشتغلوا عليها كتير يعني صار إلا إذا الواحد هو لبن سهل كتير وبعدين عفوا للي بيشتغل على أساس إنه منتج بده ربح أو بده يسوي وخصوصا النساء اللي بيشتغلوا في هذا المجال كتير سهل ما بوخد وقت ما بوخد عبئ كتير على الست بنفس الوقت أسعاره مرتفعة طيب وسادي مريم في البعض وبعض النساء بجوز بيوقعوا بأخطاء إنه بعد ما يكبس ويسكر العلب المحكمة الإغلاق بيصير هيك إنه بدي أتطمن أفتح وأسكر هاي الفتحة هاي مشكلة أطبعا أكيد مجرد إنه فتحتها ما برجع ما لازم ترجع تحطها تسكرها مرة تانية إنك تطمنت منيح مجرد إنك فتحتها بتفتحها على طول بتشتغل فيها سبناء شو السبب لأنه خلاص بدخل الهواء في بكتيريا في مواد مسببة للعفر فما في مجال كم الفترة الزمنية بالعادلة حتى يعني نقول يعني مو توسط إنه خلاص استوت حبة الزتون وفينا نأكلها هلا أوكي أنت خلال أسبوك ممكن توكليها اللي إلا حتى اللي أنت بدك يعني للمواسم لما تفتحيه بدك تشتغلي عليه لأنه بيكون إنه كأنك أنت هلأ إملاقي الطيوم طلعتي يكون لسه مراره فيه فبتشتغلي عليه بنفس الطريقة عميه جديدة لأن نعملها أه طبعا ما هو كيف التخزين التخزين ما بيغلب التخزين بتحطي بتحطي المي ومليح بتحطي إذا بدك ليمون وبتسكريه خلاص يعني بدراماتي كبيرة هلأ لما بدك تصيري توكلي بتصيري كميات قليلة حسب الحاجة وهذاك بيظل محفوظ ممكن الزيتون إذا نحفظ صح بيظله سنتين متواصلات ما بيجي أي خرب أو تنفس طب فيه اللي بيحكوا الزيتون اللي بينعمل الكبس إيش هذا يعني أنا مش كتير بعرفين مش كبس فيه زيتون اللي بتكلس تكلس بتكلس صحيح هو هذا زيتون اللي بتكلس هو الزيتون اللي بتكون حبته كبيرة بس لا يصلح أصلا لأنك تستخدمي في الفرصيع يعني ما يعني هو الزيتون اللي أكتر في مناطق نابلس بنزرع في البيضان وهيك هو أصلا مش بلدي ولا نبال الحبة بتكون كتير كبيرة ومغرية بس إذا اشتغلت فيها بطريقة عادية بخرب بالكب لأنه ما بيحلوه وما بيستوي طريقة إنه أنت ممكن تستخدمي بطريقة التكليس إنه قبل بيوم بتنقعي بالكلس أو في طريقة تانية إما بالكلس أو بالأطرونة بس هاي الطريقة بدها حدا محترف إحنا اشتغلنا في الجمعية عليها أول العام بكميات وبيعنا بس بدها إنه مش أي ست ممكن تستخدمي لأن الأطرونة مضرة فبدها الشغل عليها يكون صح وتقدر كيف تشتغلي صح طب أش المبقى الأطرونة والكلس بيشتغل على الحبة هلأ الأطرونة إنت أصلا تنقع الزيتون بأطرونة مع نسبة مي لمدة ليلة كاملة وضلك تحرك فيه هلأ هي الأطرونة بتضرب كأنها الروابط اللي مع هاي نوعية الزيتون فبتشيله بعد يوم كامل بتشيله بتغسله بس بده طريقة غسل صح وبتملحه بنفسه على طول بتشتغل فيه كتير زاكي ما بيخوف استخدام الأطرونة فيه لا طالما إنك بتغسليه بطريقة صح وبتعمليه بتشتغلي فيه صح طبعا هذا المادة يعني بس لتنويه إنها مادة كيميا أيها مستخدمة في صناعة الصابون هي هاي كمان هاي دخلت يعني من ضمن كيف إنه أنا كسيت بشتغل كيف أنا ممكن أواجه الأسواق يعني بيحكولك أنا ليش أجي أخذ حبة صغيرة مع إنه أزكى لا أنا بدي فيه شوفي كيف الحبة كبيرة وسيرها رخيص وزاكي أوكي أنت ممكن تشرحي إنه فيه فرق في المواد الغذائية فيه فرق فيه على الصحة حتى لكن من لفس الوقت لما بتكتمشي مع الأسواق أنت بتكتوجد كل الأنواع والآخر المشتري هو اللي بختار والمهم يعني أستاذة مريم في هذا الموضوع أيضا طريقة تسويقك للمونتج يعني مهم جدا هلا فيه كل أنواع الزيتون متاح لكن أنت لما بتعملي بطريقة مختلفة بطريقة حديثة هذا الشي اللي بيجذب ممكن الناس لحتى يشتروا أكيد أكيد ويمكن هي طريقة إنه تخليلي تحشي بجوز وهيكثير عليها طلب مع أنه للأسف يعني مش متوفر الزيتون اللي ممكن أنك تستخدمه الحب مليانة شوية أيما مش موجودة وين أكثر المناطق بيكون موجود مثل هذا النوع من الزيتون شفي قرانة كلها تقريبا مليانة بس عدم الاهتمام بالشجرة ومتابعتها بصير الحمل كتير الحب صغير يعني لو فيه مزارعين بيتابعوا الشجرة صح كان منوصل لمرحلة إنه الحب بيطلع ممتاز صحيح لأنه السنة جد الوضع متدهو زي ما منحكيه فيما يتعلق الزيتون نحن أكيد سعيدين جدا بهذه المعلومات بهذه الشخص بصراحة الأكثر من رائعة أستاذة مريم جيتاوي مشرفة المقاصف في مدرسة بلعة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا وأهلا وسهلا فيك وقصص نجاح مثل هذه القصة المرأة الكرمية دائما وأبدا تسطرها ومن كل أسباب المعاناة تظهر وتطفو وليس الطفو العادي على العكس هي متميزة بصراحة ونتمنى لك دوام التقلق والنجاح شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر